شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على سرعة الانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفستات مع مراعاة تصميم الحضري ذي الطابع المعمري العريق بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية وخلال جولة تفقدية بمشروعات تطوير حديقة تلال الفستات وساحة عمر بن العاص ومنطقة عين الحياة أكد مدبولي حرصه الشديد على متابعة مراحل تنفيذ هذه المشروعات الحيوية بكل مكوناتها وعناصرها على أرض الواقع وبصفة دورية ولفت مدبولي إلى الأهمية الخاصة لهذا المشروع نظرا لدوره المحوري في إعادة إحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا وتحويل المنطقة إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزور ترجمة نانسي قنقر